النهاردة خلاص صحينا بعد صدمة امبارح بعد الزعل امبارح بعد النكد امبارح وقلت لكم هتعدي علينا الليلة دي صعبة اكيد بس لازم من تاني يوم نفكر احنا هنعمل ايه هنعمل ايه في اللي جاي هنعمل ايه عشان ما نزعلش تاني هو كده كده في الكرة هنزعل كتير وهنفرح كتير دي الكرة دي الرياضة عمتا بس هنعمل ايه عشان نبقى وقفين على رجلينا في كل المباريات هنعمل ايه عشان نبقى عندنا منتخب قوي زي منتخبات كتيرة في الكرة ومنتخبات كتيرة عالمية هنعمل ايه اول حاجة من الحاجات اللي هنعمل فيها ايه هي المدير الفني القادم لمنتخب مصر بسرعة لازم نفكر بسرعة لازم نشوف مين اللي هيدربنا احنا عندنا تصفيات لكاس الامم 2023 والبطولة في اول 2023 يعني احنا بنتكلم في اقل من سنة هيبقى فيه بطولة افريقية مين المدرب اللي هيجي عايزين منه ايه مايبقاش الكلام مختصر على فكرة ما نجيه مدرب بقى محلي المراضي ايه الفرق بين المحلي والاجنبي لا عايزين اجنبي عشان هو اللي بيعرف يتعامل مع اللعب المصري لا تماما فيه مدربين محليين هي الحكاية مش كده حط لستة من عدة اسماء فيها محليين واجانب فيها مدربين خبرات ومدربين مش خبرات فيها مدربين اشتغلوا في الكارل افريقية ومفعاش مدربين اشتغلوا في الكارل افريقية تلي على المعايير اللي انت حاطتها دي ولا لأ ببساطة شديدة احنا كل مرة مع اي مدرب للمنتخب بيمشي نلف نفس اللف ما تيجي بقى النهاردة نجرب فلان ما تيجي المرة دي نجيب علان ما تيجي المرة دي ما نشتغلش بالطريقة الفلانية فكرة الأسماء لا مش أسماء مش أسماء عشان الناس النهاردة عالسوشال ميديا خنائت اللي هو ايه حسين الحسن نرجع الكابتن حسن شحاتة لا الكابتن حسين بدري كان محتاجه اخو فرصة تاني لا طب تعالوا نروح نجيب بقى مدرب نرجع كوبر تم نرجع برادلي تم نجيب هي قصة مش اي اسم الأسماء دي ما تنفعش هي الفكرة انه احنا عايزين ايه من المدرب المنتخب اللي جاي بالضبط كده زي لما حضرتك تبقى في شركتك او في مصنعك او في السوبر ماركت بتاعك او في ورشتك او اي مكان بتشتغل فيه بتيجي تقول انا عايز واحد يجي يشتغل معايا يكون بيعرف يعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمس بعد كده تبدأ تشوف من كذا واحد مين فيهم بيعرف يعمل الخمس مين فيهم بيعرف يعمل اربعة مين فيهم بيعرف يعمل تلاتة ببساطة شديدة بدل ما نقعد كلنا نتناحر على مين اللي يبقى مدر من منتخب مصر القادم انا اقول لحالاتكم معلومة واسمحوا لي اقول رأي لو تسمحوا يعني المعلومة انه فيه عدد كبير من اعضاء اتحاد الكرة رأيهم انه يبقى فيه عقد جديد مع كلوس كيروش المدير الفني اللي انتهى عقده مع نهاية تصفيات كاس العالم لمنتخب مصر وفي انا بكلمك في حوالي خمس اعضاء خمس اعضاء في اتحاد الكرة بيميلوا لفكرة ان كلوس كيروش يكمل مع منتخب مصر وده تفاوض جديد وعقد جديد لو كلوس كيروش مش او فضل مع منتخب مصر عشان ده عقد جديد تماما كلوس كيروش قبل ماقولك رأيه يعني هو مدرب جي مصر في سبتمبر الماضي قعد معانا ست شهور ست شهور وانا هنا مش نوع اقولك النهاردة اذا كان هو مدرب كويس ولا مدرب مش كويس ليه؟ عشان رأيي موسجل وانا قبل المطش بتاع السنغال قبلها بيوم كنت هنا وقلت عشان يبقى اسمي قلت رأيي ما استناش النتيجة رأيي ان الراجل ده مدرب كويس جدا رأيي انه مدرب جيد لمنتخم مصر بس ده رأيي احنا الوقت مش في وقت القراء بالمناسبة شوف انا بقولك اقول ده رأيي يعني هبقى مبسوط لو كالوس كيروش تكمل مع منتخم مصر وانت مش هتبقى مبسوط ممكن يعني في واحد يبقى قدامي اللواتي بيسمعني يقولي لا انا مش هتبقى مبسوط حقك في واحد ييجي مدرب لمنتخم مصر لما هيجي مدرب لمنتخم مصر كالوس كيروش كلنا هنبقى مبسوطين هندعموه بس دلوقتي ممكن انا يبقى عندي رأيي في كالوس كيروش انه يكمل وانت تقول لا عكسه ويبقى عندك اسانيدك وافكارك وانا عندي اسانيدة وافكاري بس المهم ان انا رأيي ورأيك هو مجرد رأي مجرد رأي اتحاد الكورة مايبقىش رأيي يعني حتى الخمسة او الستة اللي موجودين في اعضاء اتحاد الكورة اللي بيقيدوا فكرة انه كالوس كيروش يكمل الموضوع مايبقىش رأيي هو انت لو حبيت كالوس كيروش يكمل مع منتخم مصر ليه شايف ايه شفت ايه في الفترة اللي فاتت حابب انه يكمل شفت ايه سلبيات شايف انه ممكن يعالجها الكورة اللي يعمله ده اتحاد الكورة اللي يعمله كلنا هنمشوا قراء بس المعايير يعني ما انا بقول لك لو كالوس كيروش بقى هبقى مبسوط لو مشي وجي واحد تاني المعايير هبقى مبسوط وبساطة شديدة عشان لما بنتكلم على منتخم مصر فاحنا كلنا بنحب منتخم مصر وكلنا عايزين مصلحة منتخم مصر دي كورة والكورة فيها قراء فيها مليون رأش انا بقول لك في ناس عايزة ترجع كوبر اللي انت ممكن ما تكونش بتحبه في واحد ما بقاش حبه واحد تحبه يعني حابب شغله مع منتخم مصر في واحد تاني عايزة يرجع برادلي في واحد تالت يقول لك طب ليه المعلم حسن شاحتا ما يرجعش تاني في واحد اخر يقول لك احسن بدا ممكن ما يكونش خد فترة كفاية فممكن كل واحد حر في رأيه قدام بيقول رأيه ده حبا في منتخم مصر ومصلحة منتخم مصر بس الاهم انه يبقى فيه معايير راجل ده كارلوس كروش في ست شهور مع منتخم مصر وصل نهاية كأس الأمم الأفريقية وصل لآخر مرحلة في التصفيات المؤاهلة لكأس العالم واجه اقوى منتخب في الكار في خلال قد ايه ست شهور في ست شهور هو كسب مثلا يعني انطونيو كونسيساو المديد الفني للكاميرون اللي موجود من سبتمبر 2019 مع كاميرو ميشي بعد الخسارة من مصر فاز على باتريس بوميل مدير فني كوديفوار اللي موجود من مارس 2020 يعني بقاله سنتين وكسبه في كاس الأمم الأفريقية تمام فاز على وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمغرب اللي موجود من 2019 يعني من 3 سنين خسر من مين خسر من أليو سي سي المدير الفني للمنتخب السنغالي اللي موجود من يناير 2015 يعني من سبع سنين من سبع سنين ده معنى إيه ببساطة كالوس كروش اللي موجود من سبتمبر الماضي 2021 يعني من 6 شهور بس في بعض الناس بشو ياخدى بالها المديرب ده بقاله 6 شهور بس وأنا دلوقتي اللي بقوله لك ده ما تحطهوش أو ما تفكرش هو كريم مثلا بيزاكي كالوس كروش عشان يفضل مع منتخم مص لأ هو حتى هزا اللحظة وراجل ميشي خلص فأنا بتكلم على واحد ميشي ما عرفش بقى تحدي الكرة هيعمل إيه وزي مطلك لو تحدي الكرة ممكن يجيب اسمه بكرة أحسن من كالوس كروش أنا ما عرفش أنا بس بتكلم على الحالة اللي كانت معنا الحالة وهقولك كان عنده أخطاء بس لازم نحط في اعتبارنا من راجل له 6 شهور 6 شهور 6 شهور وصل لنهاية كاس الأمر الأفريقية وصل لآخر مرحلة في التصفيات النهاية المهيلة الكاس العالم وخسر من أقوى منتخب في الكار الأفريقية ما أخسرش من منتخب ضعيف زي إيطاليا مثلا اللي خسرت من مكدونيا وأبقت على منشيني إيطاليا أبقت على روبرتو منشيني اللي ما ساعتش إيطاليا لكاس العالم بعد ما خسر من مين من مكدونيا بس هم شايفين أنه في خطة هو لازم يكملها منشيني رأي راجل ده في 6 شهور لما تيهي توقع مع أي مدير فني في أي حتة في العالم تقول له أنا عايزك توصلني لنهاء البطولة الفلانية يعني مثلا لو هتعايد مع مدرب لألمانيا هقول له أنا عايزك توصلني لنهاء كاس العالم ده الترجيب بتاعك بس ما أقدرش أقول له كسبني كاس العالم ما أقدرش أقول له كسبني كاس العالم ليه؟ و أنا مش بلعب لوحدي ما أقول له هيوصل نهاء كاس العالم أو نهاء بطولة أوروبا أو نهاء كاس أفريقيا هو يلعب مع منتخب كبير جدا يعني نسبة الفوز 50-50 وبالتالي أنت خلاص التوصلة المهممة بتاعتك اللي هو أنهاء البطولة و ده حصل و ده حصل في التصفات النهائية وصل قدام السنغال لآخر مرحلة يا ضربات الترجيح و ده حصل طيب إيه اللي مديقنا من كلوس كروش أداء ودفاعي ممل إحنا منتخبنا يلعب أداء هجومي أحسن من كده إحنا منتخب مصر المفروض يلعب أداء هجومي أفضل من كده طيب أنا النهاردة هتكلم معاكم بسرد بسيط كده لتاريخنا تاريخ الكرة المصرية وإنجازاتها العظيمة وهي المنتخب أو هو المنتخب الأعظم في الكرة الأفريقية بحكم البطولات العظيمة في كاس النهار الأفريقية إحنا كسمنا بطولة 57 و 59 وقتها كان فيه تلات منتخبات بس اللي بيشاركوا مصر والسودان وأسيوبيا بس بطولتين تاريخياتين لمصر لا تقليل منهم إطلاقا بس أما كلمك على حجم المنافسات يعني جينا في 86 عملنا بطولة عظيمة جدا وكسمنا هذه البطولة وسط جماهير عظيمة جماهير الكرة المصرية في البطولة اللي أقيمت في مصر جينا في بطولة 98 وإحنا رايحين ناخد البطولة كان اتقل لكابتن الجاري أو كابتن جاري كابتن محمود الجاري الراحل العظيم أعظم مدرد في تاريخ مصر يعني أو واحد من أعظم المدردين طبعا عشان الكابتن حسن شهاته كمان واحد من أعظم المدردين في تاريخ الكرة المصر يا كابتن محمود الجاري وقال لهم أنا أخذ المركز الـ 13 في هذه البطولة راح وكسب البطولة صحيح ساعتها كان أداءنا رائع وأداءنا جيد بس كان جزء جبين منه أداء دفاعي أداء دفاعي وكاتب محمود الجواري كان مشهور بأداء الدفاع الجيد العظيم يعني تكتكيا طبعا في الملعب كله كان عظيم بس أداء الدفاعي الصلب لما راحنا كاس العالم قبلها في 90 احنا كنا بنلعب كرة دفاعية جدا وبعض المنتخبات في الأقلق دي كرة مملة جدا نشوفنا مباراة أيرلندا وإنجلترا وهولندا الناس قالوا عليها مباراة مملة منتقى مصر عمل مباراة مملة ولكن كنا بناخد اللي احنا عايزينه أو جزء كبير عملنا مطش تاريخي قدام هولندا بالأداء الدفاعي الأداء اللي في حرص لما خد بالك احنا 98 خدنا كاس العالم الأفريقية من إمتى بقى من 86 يعني من 12 أو من 12 سنة 88 من 86 لـ 59 عد بقى السنوات بتتكلم في حوالي 26 27 سنة 27 سنة 27 سنة ما خدتش كاس العالم الأفريقية أنا بس خد مني السر ده عشانا أقولك نتيجة في الآخر ووصلنا كاس العالم في 90 ووصلنا كاس العالم في 90 وبس حد ما وصلنا لـ 2018 وصلنا كاس العالم بس قبل 2018 كان فيه جيل زهبي لمصر من 2006 لـ 2010 ده اللي لعب حقيقة كرة هجومية كرة ممتعة الناس كلها بتحباها لحد الوقت ده الجيل الحقيقي اللي كان استثناء المنتخم مصر كل الأجاية اللي قبل كده كان بتحاول وتجداهد وتلعب برجولة وبإخلاص وكان فيه أسماء عظيمة على مر تاريخ الكرة المصرية بس كنا بنواجه سوابات كثيرة لكن الجيل بتاع 2006 لـ 2010 كنا بنحط رجل على رجل ومنكسب أي منتخب وبسهولة مهما كان اسم لدرجة اللي احنا كسمنا أطاليا بطالة العالم وقتها يعني تكسل كارات شوف لدرجة ايه؟ كان جيل استثناء بس الجيل لك من أمتى لأمتى من 2006 لـ 2010 أربع سنين ده حقيقة جيل الزهب المنتخم مصر بعد كده حصل مرحلة صعبة المنتخم مصر تحسنت النتائج وصلنا نهاية كاس الأمر الأفريقية 2017 صعدنا الكاس العالم 2018 وبعد كده و احنا لسه مش وصلين في جيل روحنا كاس الأمر وقلنا لا الجيل مش جيد وصلنا نهاية كاس الأمر الأفريقية وقلت لا الجيل مش جيد وصلت نهاية كاس الأمر الأفريقية في الوقت الحالي وقلت الجيل مش جيد وصلت لآخر مرحلة في تصفات كاس العالم وقلت الجيل مش جيد كل ده السببه إيه؟ إن أنت ما زلت مرتبط فقط بالكرة المصرية إن إحنا كان عندنا في وقت من الأوقات جيل من 2006 2010 ده كان جيل رائع بس أنت لو حسبتها على مدار تاريخنا هتقول إن الجيل ده استثنائي لكن الطبيعي بتاعنا كان بنواجه سعوبات كثيرة جدا عشان نفوز ببطولات كبيرة في أفراك آه بنفوز بيها بالرجولة وبالحماس وبالروح وبالجماهير بس ما زي الجيل بتاع 2006-2010 ده الجيل الاستثنائي حقيقي وبالتالي لما حداك تيجي تقف وتقول إحنا منتخب مصر التاريخ العظيم طبعا التاريخ العظيم بس لازم تفهم أو لازم نبقى واسقين أو فاهمين كلنا إنه وجهنا صعوبات كثيرة ببطولات كثيرة عشان نعرف ناخدها وجهنا صعوبات جمّة جدا عشان نوصل لكاس العالم جدا طيب أنت عايز توصل لإيه يعني؟ كلي كمان أنت قلتوا ده عايز توصل لإيه؟ عايز أوصل لفكرة إنه جال نجيل بتوفيق ربنا اتجمع فيه كل النجوم في كل المراكز من 2006-2010 هل الجيل ده تقرر قبل أو بعد؟ لا وبالتالي إحنا عايزين يبقى عندنا منظومة كاملة تقدر كل شوية تطلع لنا أجيال زي دي ما يبقاش بالصدفة الجيل بتاع 2006-2010 ده صدفة ما يبقاش بالصدفة إننا أقدر يبقى عندي حسن عبد الرب وإحمد حسن وقق الجمعة وإعسام الحضر وإعماد ميتها يبقى عمر زاكي ومحمد زدان كل الأسماء اللي في خيالك دي تبقى مكررة كل شوية مش هم هم زي فرنسا فرنسا الجيل بتاع 98 اللي خد كاس العالم 98 مش هو الجيل اللي كسب كاس العالم 2018 بس الجيل اللي كان فيه زدان وكان فيه تورام وكان فيه بارتيز وكان فيه روان بلان وكان فيه روبرت بريس وكان فيه لا أسماء العظيمة دي في 98 بقى فيه أسماء أخرى عظيمة مش بنفس الجودة بس بجودة طاليق بهذا الزمن فيه مبابيه وفي جريزمان وفي بنزيمة وفيه باقي اللاعبين كلهم وفران وغيره الفكرة إنه أنا محتاج جيل يسلم جيل فيه زي ما أتركه من بارح أجيال استثنائية في كل المنتخبات البرازيل جيل 2002 لم يتقرر حتى الآن أسبانيا جيل 2010-2012 جيل لم يتحقق حتى الآن ولم يتحقق قبل 2010-2012 هم مجموعة لعبين اتجمعوا مع بعض تشابه على إنيستا على كاسياس على رؤول على ديفيد بايا على كل الأسماء اللي كانت موجودة في الجيل ده رجبوا مع بعض رجبوا مع بعض وعد بقى كده أرجنتين 86 أصلا لحد الوقت ما جاش أرجنتين زي أرجنتين 86 حتى هاي زي الله عصا فالجيل الاستثنائي ده ما تفضلش كل شوية تقول لأ أنا منتخب مصر اللي يلعب كرة هجومية ويلعب كرة جميلة أنت عملت كده عشان كان عندك جيل استثنائي دلوقتي ما عندكش الجيل اللي يلعب الكرة الجميلة ده ده الواقع بس يقدر يكسب يقدر يوصل للنهائي يقدر كان ممكن ياخد البطورة ويوصل لكاسي العالم يقدر يقدر بس مش شرط بالكرة الجميلة مش كل الأجيال بتقدم كرة جميلة بس فيه كرة واقعية وده اللي حاول يعمله كلوس كروش ده اللي حاول كلوس كروش أنه يعمله مش عايز كرة جميلة